في حوادث كده بنقف عندها وبالحقيقة بتثير الكثير من الحزن مدينة دامانهور شيعت النهاردة جثمان سيدة ست عادية ست بسيطة ست خيرة اسمها سخير الأنصاري هذه السيدة كانت تعمل في تضامن أظن أو كانت تعمل في الأعمال الخيرية بمحافظة البحيرة كانوا بيسموها سيدة المساكين والحياة أنه فجأة عثر على جثتها ملقاة بأرض زراعية خلف مبنى جمعة دامانهور بالطريق الزراعي وأنه لقوها مصابة بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وكانت رايحة تدي فلوسية بتلم مبالغ مالية فكانت رايحة تدي فلوس لعروسة يتيمة هي الستة دي كانت أصلا بتشتغل في مؤسسات خيرية وكانت يعني بتشتغل مديرة للشؤون الاجتماعية بضامنهور وبعد ما خرجت معاش ابتدت تعمل أعمال خيرية لكل الناس وزي ما أنتوا شايفين جنازتها كل ضامنهور طلعت فيها لأنها كانت سيدة المساكين بحق وكانت سيدة يعني بتشوف مين اللي محتاج وتجمع له الأموال وتروح تديله ده كهدية وكانت رايحة لعروسة بتتجوز عروسة يتيمة عشان تديها هذا المبلغ من قتل طبعا لقوا الجسة ولقوا أنها الفلوس اللي كانت معاها مش موجودة مصوغاتها مش موجودة شنطتها مش موجودة فواضح أن هذا قتل بهدف السرقة ترجمة نانسي قنقر